السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إله وأصحاب الغر المايمين إزاكم سلامسات تبدأي عاملين إيه يا رب تكروا بخير النهاردة هنأخذ مع بعض الدرس الثاني في الوحدة الخامسة تمام هيبقى فضلنا فيديو واحد بس ونخلص وإن شاء الله الرجع على خير فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ورحبوا معنا بسلمة رجعت تاني للفيديوهات استناها النهاردة هتتامن معنا الفيديو النهاردة يلا كده نقول بسم الله ونبدأ الفيديو يلا يسلم نبدأ الكلمات يطعم التيور feed the birds feed the birds feed the birds يقرأ القريدة read a newspaper read a newspaper paper تمام يتناول الدواء take medicine take medicine take medicine طيب يقابل صديق meet a friend meet a friend يزور متحف visit a museum visit a museum طيب يركب المترو take the underground take the underground يعني حاجة تحت الأرض تمام؟ وهو المترو بيمشي تحت الأرض خلاص؟ طيب بعد كده يولكي خطاب give a speech give a speech give a speech طيب يؤدي اختبار مادة الرياضيات take a mass test take a mass test mass mass لو التي مع ال H آه mass لو التي مع ال H جو وراها ال S بنلغي TH خالص تمام؟ زي ما لابس كلوز لو حشلي ال S كنا هنقول mass تمام؟ take a mass test take a mass test big bread big bread big bread big bread طيب يقصوا شعر اسمها ايه؟ get a haircut get a haircut يلا اريهم كده على السريع feed the birds read the news paper take medicine meet a friend visit a museum take the underground give a speech take a mass test صح big bread big bread get a haircut صح كده تمام؟ تعالوا بقى هنا نشوف تصرفات الافعال عندي هنا بقى الكلمات خطاب letter letter ما اقهى كافي 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 زي الكافي مثلا بروح نقعد فيه ومش عارف ايه لازم اعمل لأ كوفي اللي هي القهوة ما تطلوتش مبروم دي اسمها كافي ولازم تعمل الشرطة دي من فوق تمام؟ رسالة message رسالة message فاطرة التفاح apple pie فاطرة التفاح apple pie واخدناها قبل كده طيب نقرى بقى تصرفات الافعال bake big visit visited visit visited feed 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 read 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 take talk meet met meet met get got get got write route write route give gav give gav تمام؟ تعالوا بقى نقرى المني conversation دي انا هارى ايه وانتو تقربي may i speak to waleed please i'm sorry he's not in right now excellent can you take a message sure who is who is calling this is a song i'll be late for lunch today i'll see him at two o'clock بيقول له ايه ممكن اكلم وليد لو سمحت فقال له انا اسف هو مش موجود دلوقتي فقال له ممكن اتسف له رسالة رح قال له sure يعني sure يعني بتأكيد وغمنان الشه الاسم على ايه الليو الاخر مين بيتكلم قال له انا عصام وقول له انا انا اتاخذ اخر عالي لغد النهاردة وهقبله الساعة كام اتنين تمام؟ تعالوا نشوف اللي بعدها البوي والجرر بيقول له what are you doing I am writing a letter to Emily Emily Chin ايه يا صاحبت اسمها Emily تشين اللي بتعمل ايه اللي بتعمل ايه اللي بتعمل ايه اللي بتعمل ايه بكتب جاؤب اللي صاحبت يمين Emily Chin تمام؟ طيب الديالوج البعدها الويتر و المان يعني هي ويتر الجرسون و تمام؟ قال له how much water did you have we had two bottles of water how many pieces of apple pies did you have we had two pieces pieces of apple تمام ملاحظة فو انه هو هنا قال how much مع الويتر تمام؟ لانها لا تعد فاخدنا how much وهنا how many pieces of خدنا معاها how many تمام؟ طيب خد الانم ويلا نحل اول واحدة بيقول ايه do you know a bread bake تمام make it will not a speech tomorrow give us a speech تمام and the bark children not the birds هيعملوا ايه لالطيور feed لا اه تمام انا بس تدفلوا فيها يلا اللي بعدها my brother is going to a haircut get a haircut get a haircut طيب Allah is going to take a mass test طبعا طبعا كله ده على حفظ الكلمات I always take the note to my school take the take the بيركب ايه وهو راح المدرسة underground underground يلا اللي بعدها ريم is she not medicine take take يبقى take ستصريف بتاعها في المدارع تمام تعالوا نحل general exercise ايه حاجة كده بيقول ايه circle the old word هنطلع الكلمة المختلفة ونحط مكانها كلمة لها عليك بالتانية english ها ترجمي اللغة الانجليزية تمام mass مكانها ايه اسهل مادة دراسية انا قلت لك عليها قبل كده اللي هي الايه الارت تمام يبقى ايه الارت اللي هي الرسل هي مادة ايه مش مادة لا مادة مادة دراسية مش لازم اساسيا المهم ان هي تكون مادة دراسية اكتبي ارت ماش لازم ما بين الكسين ما خليك الجنبه خلاص يالا message April May John message ليه بذا انه كلهم ايه كلهم شهور تمام نحط احنا شهر ايه july سهلة تمام اكتبي هنا j u l y اخت جون طيب train the underground car medicine train medicine ليه علشان كلهم مواصلات تمام نحط احنا ايه اه youtube youtube bus تمام بعد كده give get take newspaper give give يعني ايه give يعني يعطي يعطي او get يحصل take يأخذ newspaper مجال جريدة جريدة خلاص يبقى من مختلفة اه newspaper صحة كده وتحط انت verb صحة كده hot plane مش اسهل يالا بعد كده baker baker teacher تست dentist dentist baker يعني خباس تيتشار معلم تست متحان اه و dentist dentist يعني طبيب اسني يبقى من مختلفة test ونحط ونحط نحط vett طبعا اسهل الوظيفة معنا vett تعالوا بقى انا ارى الكتعة دي ونحل عليهم بيقول ايه علي علي is a student he always gets up early from sunday to thursday to go to school he takes the underground to school he does his homework in the evening on fridays he visits his friends and goes to the setter to see shows he sometimes watches football matches with his friends on saturdays they are always happy together بيقول لي علي طالب وبيسح كل يوم يروح المدرسة الصبح من الحد للايه للخميس بيروح بالمترو وبيقول ان هو بيعمل وجه بتاعه في المساء وفي ايام الجمعة بيروحوا واصحابه للايه للمسرح عشان يشوفوا الايه العروض وبيقول ان هما ساعات بيشاهد مبارات كرة قدم مع اصحابه ايام الايه في السطر البيض السطرت وهم دايما بيقوا سعادا علي انحلي بقي بيقول ايه علي جوس توس كونه عند اي employers ترجم نفس اسؤال علي يا زهب barley المدرسة كام يوم بالاسبوع إنا عرفها ازاي من الحد الخميس اعدي اثنيندلائة embroider الخميس الحد اثنيندال cabان penseم 아니라 اضافي المرة لا لا أو لات أو جيد أو باد مبكرا هيبقى متخر بس تعال بقى هنا بيقولي هاو داس علي جوتو سكول علي بيروح زي المدرسة مثال ان المحاكسة إنزر الاندرجراون يبقى من اول ايه هاو ديكز هاو ديكز زياندرجراون عشان بسترفدي بنبقش تويه تمام كده بعد كده نمبر فور بيقولي وين دو دي وعتشو فوتبول ماتشز انت بيشهد مباراة ايام سطر دي يبقى حتقوله ايام سطر دي ماشا يبقى حتقوله بس كده دي نمبر فور تعال بقى هنا نكتب بارغراف عن الديلي اكتيفتز تمام تماليني وانا اكتب مش بحاب البارغراف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لا ما اريد ذلك مصتر هاركت لم يعد moto لا مش كل هاركت دي مرة في شهر م Ms مميّ لت مصتر يعني ايه? months. يبقى once a month. تمام? طيب هتقول ايه تاني. اه مثلا انا غالها مع اصحابي. on friday. i play with my friends. on friday. on friday. بقى كل ايام ايه? الجمع. خلاص? عندنا ايه تاني. انا بروح المدرسة ستة ايام. تمام هتقول ايه? i go. i go? لا. i go. i go to school. i go to school. i go to school. كم يوم? 6. 6 ولا 5. تبترحوا 5 days. 5 days. يعني خمس مرات في الاسبوع. الاسبوع. طيب عايزين نقول لي تاني. هنجب من الكلمات الوارا دي. بيقول لك يا سلمة مثلا بيقرأ الجريدة او بيغبز الخبز او اي حاجة. jinibер او بيغبز. كما يутьعرتنا بيغبز الشمس. بيغبز المدرسة بالمدرسة. ماشو. ببقى حتقول. اي اذهب للمدرسة. ر Patron to school. بي. اي horny spa is. بي. the underground. بي. the underground. او ممكن. i take the underground. على طول. من أخلذ؟ ايباك براد أموره في م vengan حلوث تقول عني يا بيك براد كم مره في الأسبوع؟ ست مره في الأسبوع لنعيذ ست آثام ايفيك نحصل لديها ل reminds new اي اي تاني اي اي فيزيت اميوزيوم اي ميوزيوم اي في ويك ويك خلاص نحط نقطة ماليني بقى الترتيب هل اول وحدة ستودان طبعا عشان ادي اللي واخد تحت اختها خط اي ايه عشان هما ايه جامع تمام ستودانس او تيكين اماس تست اماس تست تست تمام اللي بعدها is she سهلة جدا going to the feet birds two feet يطعم الطيور the and the birds طيب تعالي البنكت ويشن هتبقى i I'll see him at two o'clock اللي أبو السورب اكسلنت وفي الاخر هو حطت لي full stone who did you meet in Cairo وفي الاخر نحط question وتحت بقى اضبط ليت على الكلمة اللي احنا لسا قرينها من شوية تعالوا بقى ناخد القاعدة اللي هي practice time اللي احنا كنا عملين نكتبها في البراغراف اللي هي once a day twice a week ركز بقى معي سلمة once ادي مرة واحدة once يعني مرة ايه واحدة تمام لكن انا هقول واحد يعني one لا انا عايز اقول مرة واحدة يبقى once طب مرتين twice طب ثلاث مرات three times طب اربع مرات four times اول ما بتعدي بقى الاتنين يبقى three times four times five times اي رقم ومع ايه times تمام يبقى مرة واحدة يعني once ومرتين يعني twice once twice three times four times وخلي بالك انه ممكن يجيلك في الاود one تمام يجي once twice three times ويروح كتب له مثلا week يبقى احنا نحوش ايه week ونكتب له مثلا four times تمام؟ طب تعالوا نشوف هنا مع بعض القاعدة بيقول هنا how often يبقى انا هسأل ب how often كم عدد المرات how often يعني ايه كم عدد المرات بجيب ورا هي do you yeah does do بيجي معها مين الجام اللي هو i does وبعد كده تاخد اي كلمة بنيدي الى اكتيفة زي اللي احنا لسه ايه لنهم تمام؟ ايه واحنا يبقى انا عمدي هنا how often بيجي وراها do does do بيجي معها i, u, v, z, as how often does بيجي وراها he, she, it واس مو مفرد وبعدها الفعل في الايه في المصدر طيب بيقول لها بقى عشان ايجاوب بدل من نقول ظروف التكرار دي لا انا هقول مرة مرتين تحت مرات وها كذا يعني how often how often طبعا يعني مثلا انا قلت لي يا ميز مثلا how often do you visit the museum كم مرة بتروح المتحف ممكن اقولك i usually visit the museum تمام؟ ممكن اقولك i visit the museum three times a year ثلاث مرات في السنة فهمتو؟ يبقى ينفع جاوب بدي او بدي وطبعا دي خدناها الفيديو اللي فات بتاع الواحدة الرابع مرة واحدة once مرتين twice ثلاث مرات three times اربع مرات four times a day a week a month a year a day معنى في يعني مرة واحدة في اليوم او في الاسبوع او في الشهر او في السنة دول معنى حفظ هيجيني في الاود one يجب لي ثلاثة واحدة منهم يبقى انا لازم ابقى اعرف الرابع وظروف التكرار بقى انت عارفينها months ويحش مثلا year ويكتبلك مثلا apple تبقى انت حفظ القلم الرابع بعد كده ظروف التكرار ويجا لي often sometimes hard ever way never تمام بيقولك بلاحظ طبعا بنختار اه قبل السنة او الشهر او اليوم او الاسبوع اللي معنى ها كل او في كل يوم كل سنة كده هنا مديني مثال بيقولي how often do you visit the museum كم عدد مرات اللي زورت في المدحف عشان اجاوب هنشطب علي how often we do وان اليو تتحول اقول i visit the museum وتحط الرقم اللي انت عايزه طيب لو مع الضز بقى يا سلمة قالك بنشتب علي how often وضز ونبدأ بنعند الضمير he takes ليه بقى takes عشان ليه بتحب الاس وعندي he takes medicine واكمل الرقم خلاص كده طيب تعالوا نشوف بقى الاختيارات اول واحدة هي بيقول he fits the birds twice نقدي he fits twice a excellent طيب they not a newspaper once a month they read excellent i take the underground not a day two or twice or second طبعا عشان ليس جايب لي مثلا 3 times صح ماشي how not do you get a sunburn or twice a year often excellent how often not you read the newspaper do Selma visits the museum for a year for a for a for times صح كده طيب my father not medicine twice a day خلي بلك my father my father يعني ابي ايه مفرد بلا جمع مفرد يبقى takes صح كده i not hair cut twice a month i get i get عشان i بنعتبرها من الجمع تمام ومديني مثال هنا بيقول لي how often do does he get a haircut قال لي he gets a haircut twice a month تمام طيب هنا بقى عايزنا نعمل سؤال وإجابة اول واحدة هو عملها لي والتالت اللي برضو عملها التالتة بيقول how often does he feed the birds طبعا هو كتب لي هنا once a day هو كتب سلمة مجاوبة قالت he feeds the birds once a day تمام ناسي a day بعد once خلاص هنا بقى بيقول ايه how often does he meet his friends يبقى he meets his friends twice a week هو كتبها لي برضو twice a week تمام طيب الصفحة التانية برضو محلولة عندنا هنا بيقول ايه how often do you take the underground قال لي we take the underground five times a week بعدها بقى هنعمل سؤال انا عندي هنا شيء تمام هقول how often do or does 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 تمام does she وبعد هنا اقول الكلمة اللي هو مدهالي big bread خلاص طيب اللي بعدها هنا بيقول لي they يبقى how often do or does do يبقى do they واجيب الفعل في المصدر خلاص كده الباقي هو حلو هنا تمام احنا بقى هنيجائل الجنار الكسرسيزيزس على البركتيس والفوكس تمام يلا بقى نحلق سلمة علي نوقة Mass test twice a month تمام هتبقى takes I take mids and not a day twice هي نقطة newspaper once a week صح كده طيب بعديها مونة and her brother take the not twice a day take a لا take the صح كده خلي بالك ذا هي اللي بتفرق they are 12 نقطة in a year درار في 12 ايه في السنة 12 شهر تمام شهر يعني دي بقى تبقى months تمام تمام ماشي how often does he know haircut how often get get lay اهو اعيز يلقبطني بيه بس عشان السؤال بيجي الفر في المنز excellent how a how often how often yall she know bread once a day bread big big six تمام طيب خلاص تعال بقى نحل الكلمة المختلفة صالع بقى الكلمة المختلفة وحلي نمسك الكتاب once twice one three times هتبقى one ونحط four times تمام oh you are time year day month once هتبقى once هتبقى once تمام لسه يلالك عليها من شوية هتبقى once ونحط اللقومة بيبقى 4 هتبقى once 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 يلعب play أي حاجة mass car bus the underground man man miss أيوة وتحط وسط مواصلات ايه bus ما مكتوبة خليك مثلا كطار train طائرة plane أي حاجة train تمام three medicine four five الكلام التافهده هتحط ايه six six miss تمام ننجل البراغراف ونجل البراغراف ده بتاع كنت يا ميس هتتكلم عن your school day يومك في المدرسة بتصحي الساكم بتاخدي كم مادة مش عارف ايه ساستة ابوخي تمام تمام هنقولي انا استيكز مبكرا يبقى i get up ممكن تقولي مبكرا ممكن تقولي الساعة كذا تمام بتصحي الساكم يبقى at six أو six thirty عادي تمام بتصحي الساعة ستة ونص بعد كده بتعملي ايه ستة بس مش مش مشكلة ستة بس ها بغسل وشي بغسل I I I have my breakfast الحمد الله الساعة كمبه ساعة ساعة 8 7 بالأقلاف تمام بعد كده بقى بتروح للمدرسة بالإيه بالعربية I go to school buy car buy car excellent تمام وصلنا المدرسة بقى بتاخدي كم حسة تمام تمام يبقى تقولي I have eight lessons 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 يعني حصص او دروس lessons a day مناخدتها ما نحصص في اليوم بجا ايه مدتك المفضلة مسلا english english يا نادلة هنقول ايه my favorite subject 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 is ايوه is english على طول عشان المدرسة ناخدش قبل هذا تمام بعد كده يا ستي مثلا break بيبقى الساعة كام ماشي I I have a break at الساعة كام 10 ونص اهي تمام طيب مثلا برج عمل منزل الساعة كام تمام يبقى انا اذهب الى المنزل I go home I go home ها at 3 o'clock 3 o'clock اد اليوم بتاعنا بنقول في كل حاجة ادي جملة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مش عارفة بتكرهي ليه ده جميل ولذيز يلا ماشي خديني معك الامتحان هبا هبا ايه هتلفع هبا هبا فيتس فيتس تمام ها فيتس ايه لابرتس صح كده وانس ادي وانس ادي هيا سلام مش انت تاخد صفر على طول هاو 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 بعدين الفلوم المساعد داز والضمير اللي يمشي معاه هي get a haircut كلام فاضي get a haircut تمام تمام يلا نعمل جديد بإذن الرحمن في اخر فيديو معنا في المنهج ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته